على الرغم من الخطط الأمنية التي عدتها سلطات الحكومية لتأمين زيارة النصف من شعبان والتي تميزت هذا العام بعدم قطع الطرق أمام الوافدين إلى كربلا إلا أن مواكب المسؤولين ومركباتهم تسببت بإعاقة حركة الزائريين الأمر الذي أثار امتعاضهم زيارة الشعبانة يوم أمس شاهدنا كل شوية يدخل المسؤول بمواكب مدجج بالآليات والمدرعة كان المفترض أن المسؤول يذب سيارته بالمحافظة ويتمشي على اعتبار أن المحافظة قريبة عن مرقد إمام العباس أقلل خمس بيت متر يعني يمشي حالة حالة العالم وما حد راح يحاج وما حد راح يوصل ومن هو أصلا الناس كل من جاء يؤدي زيارته ويتوكل بالله يعني انتقادات وثعة وجه الزائرون الوافدون إلى كربلا وأهل المدينة على حد سوى لبعض المسؤولين ومواكبهم التي تسببت بيعاقة حركة الزائرين ومسيرهم إلى الحرمين الشريفين في المدينة المقدسة لتأدية زيارة النصفي من شعبان نحن ننتقد مثل هكذا تصرفات مثل ما انتشر مقطع فيديو لأحد النواب داخل كربلا أو داخل المدينة القديمة المدينة محصنة بالكامل كربلا آمنة وما يحتاج هذه الحمايات اللي يجي لكربلا أو يجي للزيارة هو ان كان مسؤول أو ان كان نائب أو ان كان أي شيء يعني صفته هو جاي زائر كل الناس اليوم زائرين هنا بكربلا يعني ما يحتاج انت تدخل بسيارة وحمايات وتربك الشارع وتربك الزائر اللي جاي يزور ورغم ما حققت الخطط الامنية والخدمية المحدة لزيارة النصفي من شعبان من نجاحات الا ان مواكب بعض المسؤولين وتجولهم في اماكن مسير الزائرين تسبب باعقة حركتهم الامر الذي وصفه مواطنون بالتعدي على حرمة المكان علي خالد واني نيوز كربلا